اشتركوا في القناة اختراب شهر رمضان حفظكم الله الواجب ان المسلم يسأل الله ان يبلغه رمضان وان يعينه على صيامه وقيامه والعمل فيه لانه فرصة في حياة المسلم فرصة في حياة المسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فرصة في حياة المسلم قد لا يعود عليه مرة ثانية فالمسلم يفرح بقدوم رمضان ويستبشر به ويستقبله بالفرح والسرور ويستغله في طاعة الله الليله قيام ونهاره صيام وتلاوة للقرآن والذكر فهو مغنم للمسلم اما الذين اذا اقبل رمضان يعدون البرامج الفاسدة والملهية والمسلسلات والخزعبلات والمسابقات ليشغلوا المسلمين فهؤلاء جند الشيطان الشيطان جندهم لهذا فعلى المسلم يحذر من هؤلاء ويحذر منهم رمضان ما هو وقت له ولعب ومسلسلات وما ادري وشي وجوائز ومسابقات وضياع للوقت نعم